دكتور جهد مصر تبذل جهودا مكثفة لإنجاز صفق التبادل المحتجزين وأيضا لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة إلى غازة رغم ذلك تواجه أيضا مصر أكذيب إسرائيلية لتشويه دورها كيف ترى هذا؟ أنا أعتقد بأن هناك مخطط تحاول من خلال دولة الاحتلال الإقاع سواء ما بين الشعبين الفلسطين والمصر وما بين القيادتان المصرية والفلسطينية وما بين مصر ومحيطها العربي هذا الأمر الذي دائبت عليه دولة الاحتلال على مدار التاريخ من بث سمومها في هذا السياق ولذلك وجدنا منذ البداية عندما اتهمت دولة الاحتلال بأن إدخال المساعدات هو عملية خالصة ما بين مصر وما بين قطاع غزة وذلك محكمة العدل الدولية علما بأن الذي عاق إدخال المساعدات هي دولة الاحتلال ووجدنا يوم أمس كان هناك حديثا عن أن مصر تبني منطقة عاسلة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين كل ذلك هو عبارة عن دعايته محاولة للتأثير على المعنوية لدى الشعب الفلسطيني بأن عملية التهجير هي قادمة قادمة رغما أن هناك مواقف مصرية معلنة منذ البداية وعلى رأسها ما أتخذ من قرار صريح وعلني الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبلغ به قادة دول العالم حتى أصبحت الرؤية المصرية يتشكل لها حاضنة دولية هذه الحاضنة الدولية تمثلت بفكرة ربض فكرة التهجير القصري نهائيا العمل على وقف إطلاق النار عملية إدخال المساعدات بشكل متضفق وبشكل متواصل ولذلك مصر تفتح من المعبر على مدار 24 ساعة بشكل متواصل ولكن الذي يعيق إدخال المساعدات هي دولة الاحتلال كل ذلك هي عبارة عن مجموعة من الإشاعات أو السموم التي تحاول تناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية ومحاولة زجها لأجل خلق حالة من الضغط النفسي أو حالة من الرعب النفسي والضغط على جمهورية مصر العربية التي تشكل مواقف متقدمة ومواقف مساندة للشعب الفلسطيني وقضياته على المستوى الدولي ولذلك وجدنا مصر تعمل على عدة مسارات أولها المسار المتعلق بالمسار الغاثي والإنساني ومصر قدمت أكثر من 70% من حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة على المسار السياسي مصر لا زالت تتواصل مع كافة قادة الدول للعالم بدلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الخارجية المصرية والأجهزة الأمنية السيادية المصرية للوصول إلى وقف إطلاق نار والبدء بإيجاد أفق سياسي أو قلق أفق سياسي يستند إلى فكرة حل الدولتين والإنهاء الاحتلال ولذلك وجدنا بدأ العالم يتحدث بهذا السياق لأنه انكشف أو سقط قناع الزيف والخداع عن وجه الاحتلال وأصبحت الرواية الإسرائيلية التي ضللت العالم على مدار سنوات طوال بأن الدولة الديمقراطية والجيش الأقلاقي هذه الدولة العنصرية وهي الدولة المجرمة التي تنتهي حقوق الإنسان ولازالت ترتكب الجرائم وفي سلسلة متواصلة منذ وجود هذه الدولة حتى يومنا هذا